هي أن بعض الطلاب بيحاولوا على قد ما يقدروا أن هم يوصلوا لأكبر كم من المعلومات بطرق مختلفة في منهم اللي بيهتم بالإي لرنينج أو التعلم عن بعد أو عن طريقة جهزة زي التليفونات، كومبيوترز، آيبادز عشان يكون عنده معلومات تفيده في الامتحانات الشهرية اللي خلاص بقت على الأبواب لكن كمان زي ما قلت أن فيه كده فيه ناس لسه برضو متمسكة بالكتاب الورقي طبعا، أنا نفسي بحب الورقية عشان ما كانش عندنا أصل وقتها إي لرنينج بس مش أكتر لو كان موجود أكيد طبعا كنا ممكن فيه ناس كده وناس كده ممكن نعمل ما بين الاتنين لكن إزاي نقدر نعمل ده؟ كيفية استغلال الطلاب للمراجعات الإلكترونية في المذاكرة كل هذه التفاصيل هنعرفها في فقراتنا الآن من الدكتور تامر شوقي الخبير التعليمي اللي منوارنا يا دكتور تامر صباح الخير عليك صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مصري يا أهلا بحضرتك إزاي الطلاب يتعاملوا مع هذا الأمر؟ إزاي يستغلوا المراجعات الإلكترونية؟ طيب في البداية طبعا إحنا عاشين عصر نسمي العصر الرقمي الأجهزة الرقمية زي ما أرسزة قالت زي الكمبيوتر أو الآيباد أو اللابات كلها موجودة في أيدي كل الناس بالذات الأطفال والأجيال الشباب اللي هم الناشئة لدرجة أن هم في الأدبات الأجنبية بيميزوا بين جيلين حاجة اسمها المواطنين الرقميين اللي هم اتولدوا مسكين الكمبيوتر وموبايل وتربوا عليه وبين حاسمها المهاجرين الرقميين اللي هم زي حالة بالضبط كده اللي هم ما تولدوش عليه المهاجرين الرقمين ولا اللاجئين الرقميين؟ لا المهاجرين الرقمين المهاجرين إلى الرقمنا فبالتالي هنا بدأوا يستخدموا الأجهزة الرقمية وهم أكبار في حياتهم سواء الابتماعية أو التعليمية زي ما احنا شغالين على دلوات البديل أجهزة كلها تدخلها برقمنا طيب احنا ما نقدرش نقول زي ما حدرت قلته ودي مقدمة عجبتني جدا اللي أنا ما قدرش أقول لن أرجع إلى الرقمنا في كل مناحية التعليمية أو أرجع إلى الوركة في كل مناحية التعليمية ماينفعش أنا في عاصر دلواتي مازج بين الرقمنا وبين الوركة طب الرقمنا لها مميزات والوركية لها مميزات طبعا قبل ما تكلم وقول أي حاجة هل التعليم الإلكتروني ده ينفع مع كل مراحل التعليمية أكيد لا بيبقى فيه مراحل تعليمية بيبقى فيها التعليم الإلكتروني أكثر فعليه من مراحل تاني طيب هل الأطفال في مراحل قلم التعليمي الكيجي أو سفر أولد البيتبعية مؤهلين لتعليم الإلكتروني قال أنوا واحدة لا هم مؤهلين ليه التعامل مع الكمبيوتر وموبايد لأن تحيقون طبع المغطية عنده خمس سنوات يعلمك لايه باتنا فتعرفهاش لكن التعليم ده حاجة تانية خالص طيب ليه ما ينفعش لأنا أضغى باستخدام راكمانا مع الأطفال في مراحلولها بالتعليم مراحلولها بالتعليم تتطلب أكتر من التعلم إن الطالب يتطلب إنه هو يتعلم مهارات حركية يتفاعل أكتر يتفاعل بالضبط أفندي يتطلب ده مهارات حركية فيه مهارات اجتماعية إنه هو يتفاعل معظمة لأك نقط إيه كلمات إنه يبقى قدام المعلم ومعلم يخليه كلم وراه اتصال مباشر يعني اتصال مباشر خلي بقى الحضرات من الخطرة بمكان اللي أنا أخلي الطالب أو الطفل يوعده قدام معلم إلكتروني وخليه يسمع محاضرات وهو لسه متأسس لكن في المراحل الأعلى مراحل الثانوية أو مراحل الجامعية أو يمكن نقوله الإعدادية يمكن الطالب هنا يعمل تعلم إلكتروني ما فيش مشكلة طب إيه ما يزال بقى تعلم إلكتروني هنا عايزين بردك نميز من المفهومين في البداية التعليم الإلكتروني والتعلم الإلكتروني التعليم الإلكتروني اللي أنا بقدمه لطلابين مثلا في الجامعة اللي أنا عندي محاضرات أولاين بقدمه محاضرات ديك من خلال مناصات إلكترونية وبين التعلم الإلكتروني اللي أنا ببدأ أتعلم مع نفسي معلومات من خلال الشاشات والأجهزة الرقمية طب إيه ما يزال تعليم الإلكتروني أول حاجة إنها بيتيح للطالب أنه يحصل على كم كبير من المعلومات في وقت قليل يمكن هنا التعلم التروني يخلي الطالب يتجول في كل أنحاء العالم وهو قاعد في بيته أنه المعلومات التي كان يأخذها نظرية في الكتاب كان يغلح بحر مثلا الميت بحر متوسط بحر الأحمر الجبال ما أعرفش إيه أنا يمكن هنا من خلال التعلم التروني يخليه خش يشوف هذه الحرب الفعل يشوف الأحجار بعض الظواهر الطبيعية لو ما ينفعش يعايشها يمكن خليه شوفها زي الزلازل وبرقين يبقى دي كلها بتعمل نوع من التمثيل العقلي والخيالي الخص بالأداء الطالب يخليها تمثل معلوماته وسواهبه بشكل جيد مقارنة به الكتاب الورقي طيب إيه تانا فندم؟ أن الطالب متاح لي أنه يستمع أو يشوف الدرس في أي وقت في اليوم حسب وقته رجع مرس ساعة 2 رجع مرس ساعة 12 راح درس الكلام ده جيبي الليل يبقى الوقت الضغم ناسب ليه دي مادة مسجلة حتى يقدر يشغلها ويعملها ستوب في أي لحظة؟ بالضبط أفندم كمان يا عزيز محمد بيتخلي الطالب عنده حاجة اسمها التعلم بسرعاته الذاتية بمعنى هنا مثلا في الفصل المعلم بيشرح لكل الطلاب رغم وجود فروط فردية ما بينهم بنفس المعدل سواء بقى طالب السواعب ما سواعبشه كمده لكن في التعلم الالكتروني أنا بقى أشغل المحاضرة أو الحصة على حسب تعلمي أبطلها شوية لغاية ما أستمع وأفهم المعلومة دي بقى أشغلها تاني إلى آخره تمام؟ كمان بيبقى فيها حاجة كويسة جداً زي ما احنا قلنا الروابط الناشيطة بيبقى أقدر من خلال تعلم الالكتروني إلا أنا بحمل من خلال جهاز صغير ملايين الكتب وملايين المعلومات إحنا عندنا مثلاً في بيوتنا دلوقتي بنك المعارفة بنك المعارفة دي فيها مصاد المعارفة لا نهائية لو إحنا عندنا نتكلم عن مزاية تعلم الالكتروني حتلاقي إلا حصر لها بسي دكتور زي ما حضرتك قلت يعني ملايين من المعلومات بس سؤال هنا هل كل الطلاب مؤهلة أنها تتعلم عن بعد أو تتعلم إلكترونيين إحنا نتكلم دايماً أنه الزاكرة في ناس ذكرتها بصرية في ناس بتحفظ لما بتكتب بتختلف من حد لحد فهل كل الأشخاص مؤهلة أو كل الطلبة مؤهلة أنها تتعلم عن طريق الأجهزة الإلكترونية أو الإي لرنينج؟ بص هنا مش كدرات قد ما هي ميور تمام؟ اللي يفنم، الطالب كده كده في الفصل إحنا عندنا أساليب التعلم الأسية تلت أساليب بصرية وسمعية ولمسية تمام؟ أنا هنا أمتح لي في التعلم الإلكتروني تلت أساليب دولة إلا أنا لو عايز أشوف الدرس هبص عليه لو أنا عايز أستمع إليه هستمع إليه إلى آخر، بس طبعا تعلم بالنمس الصعب شويتين لكن في التعلم بردك المباشر نفس الوعدة يبقى أنا هنا كطالب بهيأ نفسي اللي أنا أستخدم نوع التكنولوجيا بتتلاقي معه ميولوي قدراتي العقلية أنا لو عايز درس فصل يبقى أشوف الحاجات قدامي لو عايز درس سمع يمكن أستمع ليه خلي برا حضرتك الأول أيام زمان لما كان الطلاب اللي هم سمعيين تلاقي الطفل أو الطالب كبير كان بيجيلي الجامعة ببنت اللي يجيلي تقول لي يا دكتور أنا أمي بتقعد جنبي تقعد سمع للمنهج وأنا معيد كنت ما كنت شافهم الكلام دوت لكن مع الدراسة فاندم فهمت إن الطالب دي صلوبها سمعي دي بيتبقى أكتر في عائلية لما تسمع المعلومة طب ما ده كله متاحة فاندم فيه التعلم الإلكتروني لكن هنا عايزين نحظر من تأثيرات تعلم التعلم على الطالب في ليه تأثيرات خطيرة جدا طيب أول حاجة أبل ما يقول تأثيرات نقطة مهمة جدا لأولئي الأمور إن هو لا يصلح في بعض الأمور مع التلميذ المرحل الأولى في التعليم ومع الدروس العملية كنت لسه أسرح هذا الموضوع ده المجالات العلمية فاندم يصلح فيها بردو الإي لرنج؟ إيه ده في الدروس النظرية فيها فاندم لكن المجالات العملية ما ينفعش طالب مثلا عنده تشريح مش هينفع يبصر درس تشريح لازم هنا فاندم الطالب يؤدي بنفسه هذه المهارة طيب إيه تاني من عيوب التعلم الإلكتروني إن الطالب هنا فاندم يمكن يحصل ما يسمى إيه محمد التشتت الرقمي تمام ولا ليه بحث علمي فيه اسمه تشتت الرقم الطالب هنا لما يخش أي مناصة الإلكترونية طبعا بيبقى مشغل للنت اللي بيحصل فاندم بيجيله إشعارات سواء على الفيس أولاد سابقة أو وسائل تواصل تمام بيتشتته بيخرج عن المود تمام بيبالي تأسيرات الصحية من ناحية ماسه النظر من ناحية الجهاز العصبي من ناحية الحياة كتيرة تانية كمان يا فاندم هنا الطالب بيبقى متلقي سلبي للمعلومات وده مشكلة كبيرة جدا ليه بقى متلقي سلبي للمعلومات؟ بيبقى عالك المستمع ومسك لإيه الجهاز طيب التعلم الحديث بيقول إن الطالب لازم يكون متعلم أو مشارك إيجابي في عملية التعلم كي تثبت المعلومات في ذهني إزاي يا فاندم أنا عندي في كتاب الوركي دي بقى ميزة في كتاب الوركي إلا أنا يمكن أخطط يمكن أعمل ملاحظات يمكن يا فاندم أعيز سياغة الدرس بنفسي اللي هي التلخيص أو إعادة تنظيم المادة التعليمية نعم العلامة مميزة مثلا عند كل فقرة فبتفكرني محتوى زي الفقرة بالضبط يا فاندم بيبقى في التعلم إلكتروني باعتمد على حاسة واحدة بس سواء البصل أو السمع بافتقد إن أنا أشارك بفعالية في عمل التعلم كمان التعلم الإلكتروني على قد كده يا فاندم بيبقى فيه تجاهل لفروف فردية بين الطلاب بمعنى إن الدرس سواء الطالب سواء عالي أو متواصل أو منخفض ومعلم بيشح بنفس الطريقة التعليم بقى يفرق في الموضوع ده لأنه بيكون فيه تواصل عن طريق أي قنوات أو المنصات المختلفة هل وزارة التربية والتعليم رأيت هذا الأمر؟ تمام قبل ما أقول برق السؤال ده عشان نقطة دي مهمة جدا إحنا عندنا في التوجهة على مفاندم فيه حاجة بقى مش إلي أنا أراقي بس فروف فردية في الفاصل إلي أنا بقى عمل حاسمة تفريد وأشوف كل طالب إيه أسالي بتعلم بالفضلها وأقدمها ليه بحيث أن أنا أسأل الأسلوبين ثلاثة في شرح المادة في الحصة الوحدة طبعا وزارة التربية والتعليم طبعا لها إيد كويسة جدا في ناحية الإلكترونية وإحنا الصراحة شغالين في نهضة الإلكترونية كبيرة جدا دولة مصرية منذ أزمة كورونا صراعت في بناء المناصات التعليمية وفي إنشاء مناصات تعليمية كبيرة جدا عندي داوت طبعا لازم نوعي أولاق الأمور بها عند المباورة والوزارة التربية والتعليم يخشوا فيها حلاء مناصات التعليمية عظيمة جدا 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 وحلهم مفاجأة كل المدرسين خصوصيين في مصر تقريبا اللي هم أحيتان بيخشوا في هذه المناصات وبيجيبوا الأسئلة ويعملوا في هاي الكتب ويقدمها للطلبة ويبعوها للطلبة كمان هللاقي هنا وزارة التربية والتعليمية في مناصة التعليمية للتعليمية كبيرة جدا بتغطي جميع الصفوات الدراسية من الكي جي إلى الصف الثالث سنوي بيبقى فيها بقى ايه بيبقى فيها محتوى التفاعلية دا جميلة جدا الطالب هنا بيتحكم في الدرس بيفتح طبعا بيختار مرحلة بتاعته وصف الدراسي والمادة اللي هو عايزة مثلا هو عربية يفتح في تقول عدالي لو عربية يفتح حيلاقي الدرس معلول ليه يقول له انت عايز ايه في الدرس الشرح يدوش شرح ولا عايز اسئله يدوس اسئله ولا عايز تهدر باب جميلة جدا ايه تاني يا فندم بيبقى فيه مواصفات الورقة الامتحانية جميلة جدا هنا الطالب هنا مش محتاج ولا هو ولا ابوه ان هو يطالع على وسائل الاعلام كل شوية او مواقع الغبارية عشان يعرف مواصفات امتحان قولها سنة وتانية سنة كمان أسبوع لا بيبقى موجود يا فندم فيها بيبقى فيها ملخصات لمفاهيم ودروس موجودة في كل درس وفيها اسئلة بيبقى فيها نمازج امتحانية واحدة هيقول طب ايه الفرق بين الاسئلة الأسئلة فندم تبقى موجودة على كل وحدة لكن النموذج الامتحاني بيبقى موجودة على المادة كل او على اجزاء كبيرة من المادة زي مثلا كذا واحد او كذا درس بيبقى فيها فن بارك في عندي مناصة ثانية اسمها مناصة حصص مصر حصص مصر بيبقى موبارة عن ان الطالب بيخش فندم بيلاقي جدول موجود فيه الحصص بتاع كله صف دراسي وموعدها إمتى السبت مثلا من ساعة 2-3 لغة عربية لتالتة عدادة طبعا بيحدد مرحلة التعليمية بتاعته هقول لك مثلا الحد مثلا من الأربعة إلى الخمسة لغة الإنجليزية إلى آخره موعدها دي يعني فيه مدرس هيقوم يشرح لا هنا هي تبقى مسجلة بالفعل الطالب هنا فندي فيه عندي حيث يسمى منصة بس مباشر منصة بس مباشر دي يرد فيها الحصف للطلاب بشكل مباشر يقوم الطلاب بأجول أي اسئلة كمعالم وأنا شغال وأنا أجاوب لهم عليها طيب الطالب ملحقش مثل هذه المنصات مباشرة بيعملها عز محمد الوزارة بتتيح أنها بتسجل هذه الحلقات وتحطها فيه منصة حصص مصر وتحدد بقى موعدها للطلاب الفقده هذا البس المباشر الطالب يخش في أي وقت برضا منصة دي أنه هو إما يشوفها بشكل مسجل أو أنه هو يحملها على الجاز بتاعه ويفتحها في أي وقت عندي منصة عظيمة جدا 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 اسمها امتحانات مصر دي جميلة جدا جميلة جدا ليه بقى بتغطي الأسئلة الامتحانية في كل مراحل الدراسية سواء بقى أولى ابتداية تانية ابتداية تالتة سنوي كل أسئلة مقالية اختار متعدد موضوعية وخلي بالك الفرق الكبير جدا بينها وبين المدرسين الحصين أن دي أسئلة واضحة عن خبراء في التخصص وخبراء في التقويم الترباوي بمعنى الأسئلة محطوطة ومصاغة بشكل جيد جدا زي امتحانات المحافظات مثلا كده اللي كنا بجيبها زمان سواء المحافظات أو الجمهورية السواء العامة مثلا يا فنم بس هنا يا فنم أنا باعتبار متخصف في التقويم الترباوي أنا بشوف أسئلة مجلسين حطيناها غلط السؤال هنا يمكن الطالب يخطأ فيه وصول هنا الطالب لما نيجي نقيمه لما يخطأ في السؤال بسبب عدم معرفته للمعلومة اللي بتضمناها السؤال لكن لو أخطأ بسبب سوق سيارة السؤال يبقى سؤال ده سؤال من سميع معيب لكن في المنصات الوزارة الأسئلة دي كلها متراجعة من الناس متخصصين في التقويم الترباوي كلها أسئلة جيدة جدا بتغطي جميع أجزاء المناهج فبالتالي الطالب هنا بيخش بيحل بياخد تغذية مرتدة تمام؟ الامتحانات والأسئلة لاست وظيفتها فقط اللي أنا أقول الحمد لله أنا جيبت عشرين مئة عشرين أو جيبت عشر مئة عشرين طبعا مش فكرة التلقين فكرة الفهم واستعاب المناهج الدراسية بس حديقة بتتكلم على هذه المنصات هي كلها الحقيقة من منصات هيلة وزي ما حديقة ذكرت هي حتى يمكن التأسيمات اللي فيها محترمة جدا بس ده معناه أنه المدرسين اللي موجودين فيها كمان أو الخبراء ومدرسين موثوق فيهم معايير اختيار المدرسين دي فعندب اللي بتكون موجودة على المنصات واللي بتقدم بث مباشر واللي بترد على الطلاب على أي أساس بيتم اختيارهم وبييتم اختيارهم منين؟ طبعا دي دي حاجة تبع الوزارة بس أنا أتوقع أن دي طبعا بيجيبوا الناس أول حاجة مؤهلين طربويا الناس على مساوى علي من خبرة والكفاءة ناس يعني خلاص هما دولة الطب في العملية دي والأسئلة دي خلي بالك إحنا كمتخصصين من خارج الوزارة بنبص عليها وراجح ما بنسفش أي حاجة ولو لدينا أي نقطة بنقيمة ونعلق عليها حتى متحاجر سواء عامة بس أنا أدخل بشوف في المجال بتاعي بلاي الأسئلة جاهدة جدا حتى في الأسئلة في المساوات الأقل بتبعى كويسة جدا من ناحية التقويمية ومن ناحية التعليمية طيب أنا زي أقاهي الإبني عشان يتعامل مع مثل هذه المنصات طيب ده سؤال كويس جدا دلوقتي أنا عندي فائتين من الطلاب إما طلاب أكبر سنة سنوي أو أطفال في ابتدائي وعدادي أنا لما أوجه إبني في ابتدائي وعدادي أنا كوليه أمر بابا معاه أول حاجة يا عزيزي محمد لازم أنا كوليه أمر أو طالب أبقى عارف كل المنصات الموجودة تمام من أول السنة تاني حاجة بحدد أنا عايزية هل أنا عايزة أخش المنصة عشان شرح يبقى أنا عندي حصة مصر أول بس مباشر ولا عايز أسئلة أو مراجعات يبقى أخش مثلا متحانة مصر كمان دي تاني حاجة تالت حاجة يا عزيزي محمد لازم الطالب يتجنب التلقي السلبي لمعلومات حتى لو هو فيه التعلم من عن البعد إزاي يا فندم أنا مثلا بحل امتحان سهل جدا إلا أنا أعمل السؤال وأشوف الإجابة لا أنا أحل الامتحان كله أكن في لجنة عادية بس إلا أمتحان الالكتروني وأحله وبعد ما خلص حل أطابك الإجابات بتاعتي بالإجابات الموجودة في الامتحانات بيرفقه بكل امتحان نمازج الإجابة بتاعته فهنا بيعمل هنا تغذية مرتدة فيتباك بالنسبة لي أشعر في نقاط الضعف والقوة فيها وأرجع تاني أزاكي النقاط الضعف بتاعتي طيب إيه تاني إلا أنا فندم أكون مشارك ناشط في عملية التعلم بلاش إلا أنا أكون سلبي يعني مشارك ناشط إلا أنا لقيت معلومة مهمة إلا تعرف المعلومات بتطير على طول لو أنا عائد مطلق سلبي بأجيب أرى وقلم أي معلومة مهمة بسجلها أو بكتبها عندي أدجنب التشتط الرقم الخاطر جدا اللي إحنا بنعاني منه إلا أنا أحاول أغلق كل النوافذ الأخرى اللي موجودة في الجهاز بتاعي سواء مثلا سوشال ميديا أو غيره وكلام دا كله عشان ما يجيدش أي إشعارات وأضطر إلا أنا أرد عليها نوع من أنواع التشتط يبقى فيه نوع منه مراقبة من الأبوين مراقبة مباشرة أو غير مباشرة على الأطفال كلما تدنى عمرهم كاملنا على فكرة حتى طلاب الجامعة عندهم التشتط دا عالي جدا بكل تأكيد ومهم كمان يا جمانا كنا لسه برضو عايزين نتكلم فيها مع الدكتور النقطة دي لأنها مهمة جدا مسألة أن نحدد هذه المنصات والمنصات تكون معروفة بالنسبة لأولي الأمور عشان اليوتيوب أكيد يدخل الوقت على بوجل أو على اليوتيوب يكتبوا درس نحو ولا سنوان لأنا عارف المعلومات دي صح أو غلط وطريقة الشرح محدش هيقدر يقيمها لأن أنا كطالب أستقبل وخلاص فهمت فهمت ما فهمتش ممكن أشكف أن القصور من عندي أنا مع أنه ممكن يكون أسلوب المدرس نفسه اللي بيشرح غلط أو السؤال معيب زي ما الدكتور قال كل شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك دكتور تامر شوقي الخبير التعليمي شرفتنا ونورتنا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك